المنتخبات الأفريقية فيه تطور كبير جدا جدا وفيه شغل وفيه محترفين بشكل أكبر بسيرة المحترفين سام مورسي واخد أحسن لعب في الشاملشيب السنية دي انت شايف كان ضروري أن يكون موجود ولا ممكن جدا في فترة اللي جاية يتواجد مع الكابتن حسام أو انت كنت شايف أنه لازم يكون موجود بالرغم أنه يمكن الفترة الزمنية اللي حيعودها طويلة شوية بعد آخر مباراة لي شفت الموضوع ده إزاي سام مورسي لعب كبير وسام مورسي هو بس تصريحا هو خد أحسن لعب في الشاملشيب لكن بتصويت الجمول يعني دي نقطة تانية أنه كان في حملة تصويتها كويسة من مصر كسبته في الموضوع ده لكنه قد بموسم هايل مع إبس و تشتون لا ما غابش غير مطشين بس عن يعني هو وكابتن فريق بطولة قوية جدا نقوا من بطولات أوروبا اللي ممكن تبقى من بطولات يعني تحت الدولات الخامسة الكبرى هي الشامبيونشيب يعني بتبقى مطحنة يعني مطحنة كورة وعدد فرق كبير وموسم متلاحق ومستوى تغطية كبير وفي الآخر الدورة الربعية اللي بتآهل الاستفادة عن مركز تالت ده بياخد أكتر من اللي بياخد دورة أطالة أوروبا يعني بياخد أكتر من اللي بياخد دورة أطالة أوروبا بياخد فعلا في لص أكتر باخد 300 مليون باية آه رقم مهول جدا للأربع عندها بشكل عام فسام مرسي أنا ما عنديش مشكلة أن انت يبقى لك قناعات ده ده في كل مدرب بتحصل يعني كولر مثلا مش مقتنع بكتير أو بشوات لعيب انت ممكن تقوله يا كابتن أو تنتقد في باقي كل مدربين كده انت لما كنت مدرب أكيد فيه لعيب بيدخل دماغك كل عام ما يتقلش دماغك عكس رؤية الجمهور من ناحة التانية لكن أنا مش مع اللي تقال عن استبعاده هادي النقطة التانية اللي هو مش جاهز يعني ما تقوليش انه مش جاهز مش جاهز ازاي علش مش جاهز ازاي مش جاهز يعني يلعب مين تاني عشان يكون جاهز يعني هو التصريح ده تقال ويسام مورسي كان لسا مقاهي الإبسوتشتاون للبريمير ليج من أربع تيام مش جاهز ليه يعني عتحت ايه باندي مش جاهز يعني اكيد اجهز من كوكا مثلا اللي كان راجع من الاصابة مثلا اكيد اجهز من اللعيبك طبيعا اكيد فهي بس النقطة دي انت افرد قناعتك بشكل معين حتى لو لعيب انت شايف انه هو يعني كابتن جوهري ايام تصفات 90 حضرتك طبعا كنت من نجومها هشام عبد الرسول كان تتخيل حجم الانتقادات اللي توجهت لكابتن جوهري انه مين اللعيب اللي جاي من المينيا طب وفلان واسم فلان التاني الكبير قوي اللي ما خدتوش معاك في التصفات لو انت نذكر ساعتها كان كابتن طارب وزيد كان كان موضوع كبير ففي الوقت ده خلاص انا راجع ليه قناعتب ده هيلعب وهيقدي وانحنا مش بنلوم كابتن حسان في ده لكن تقول لي انه مش جاهز خلاص بقى يعني يخلي المباردات دايما منطقة انا باتفق معك طب تعالى قبل ما نروح لدور الابطال قلنا افضل تشكيلة من وجهة نظرك ممكن يبدأ بها الكابتن حسام امام بوركينفاس يعني انا شايف طبعا بمعنى اخر حراسة المرمة شبير شبير او او الشناوي طبعا باللي تقال يمكن في الاسابع الاخيرة وبعض التصرحات احتمال يكون الشناوي احتمال يكون الشناوي على اساس ان كابتن حسام كمان بيقول ادى بعض الامثلة مثلا في نوير وكرتوا وكرتوا فعلا غاب فترات طويلة ولعب النهاية هل دي لها علاقة هل دي انت شايفها وجهة نظر فنية وجهة نظر مدير فني بتختلف عن الاخر ولا انت شايف الانسب ان يكون مصطفى شبير انا وجهة نظري انه الانسب يكون مصطفى شبير ليه لانه عامل مستوى يخليني غض نظر عن اي حاجة لازم اخد ده اللي مفنش كده لكن استدعائش انه كان ضروري ليه لانه الحارس الاساسي لمنتخب مصر وقائد واحد احد كبات لمنتخب مصر خلال السنين اللي فاتت ومفيش لو تختار ثلاث حراس في مصر مش هتستثنش الناوي لو ما بيلعبش اصلا لو ما بيلعبش لان مركز حراس طرمرة يعني من المركز انا نزلت تدريبات جمعية اشتغلت على كتفي دخلت الجمعات خلاص خبطني في كتفي خلاص انا بقى لشهر ونص وداخل مرشات زي افريقيا قادت على البنش مفيش مشكلة فالراجل اللي عمل مشكلة فقادته على البنش ولا عمل مشكلة جوه الجوه التيم ولا تصاب تاني بالعكس كان دوره مهم جدا ويعني اللقطة اللي بينهم وبين بعض بين شوبرو الشناوي في النهاية قفلت الباب على كتير من المنتقدين كذبا او من يدعاو نظورا بالمنتقد لان حتى اللي عملوه ده ما سموش انتقاد انت سأله انك تنتقد تقول انا شايف ان مين اصلح ومين ده عادي ورأيك وعمل بس ما تعدش بقى ترمي في الهوى ما تعدش تقول ده قال انه هو لو ما تخطنيش ما تاخدنيش في القايمة لو ما دم ده ده واضح او في لقطة واحدة بين الاتنين القصة كلها انا بحيي الحقيقة محمد الشناوي مصطفى شوبر لان الجزئية دي الحقيقة زي ما انت بتقول يا احمد افلوا باب كان الناس مستعدة انها تفتح باب ما يخلص الكلام ويبقى فيه توطر وكان يبقى فيه راح وجاي فخلينا ان شاء الله نتمنى التوفيق اللي منتخبنا ان شاء الله باي ان كان اللي هيلعب كلنا عندنا ثقة في لعبتنا كلها نروح للمباراة الريال مدريد ودورتموند شفت يعني مش هقولك شفت الريال زي ما احنا كلنا نشاهدين الريال هل كان عندك بعد التفوق الكاسح لدورتموند الشوت الاولاني واوال الشوت تاني هل شكيت انه ممكن الدنيا تروح من ريال مدريد ولا انت قدت لا 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 بالعكس انا شك لو ريال مدريد دخل جامد يعني احنا نشك لو العكس يعني بص انا انا رجل بشجع برشلونة وشفت السيناريوهات دي من ريال مدريد ياما يعني يعني اسبوعيا في اللي جا ممكن اشوف السيناريو ده ولما الماتش خلص يعني انا كوالحب مشجع يعني فريق غريم وما الى ذلك كنت شوية اللي هو يعني هو الموضوع ما بيخلصي يعني قصة ما بتخلصي نفس الفرقة اي فرقة في اوروبا تلعب عليك الماتش وتسيطر على الملعب والكرة اللي تخبط في العرضة ما تمشي على الخط بتاع كل النهائي موجودة ايو 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 وكل ده بيحسن اه كانت اكرار بس وبعدين بتكسب بجون مش متوقع من لعبة مش محسوبة برضو وزا كان كونر وكرفخال بيقطع القريبة من امتى بيقطع القريبة